حبيت انوه بهذا الفيديو الى منشوري السابق اللي هو انتقدت بي القضاة اللي بكربلاء عن تسليم الجثث الشهداء اللي برقة الطواريج اللي واخوي واحد من عندهم والكثير كذبوني طبعا هاي القطعة مع الاخوي وانتهي مجلس العزاء البارحة اخواني هاي القطعة مع الاخوي اللي كتبت عليه هذا المسجد فاخواني انا من جهت اوقع قلت لانا ما اوقع الا اقرأ فقرأت كاتب لي بيها صيغة انه انا اتنازل عن كافة المطالبات وانه ما اقيم دعوة ضد اي شخص واخوي ميت يعني ما مضمون الكتابة اخوي ميت قضاء وقدر ووقعت ولا اجله ووقعت قلت له حبيب قلبي انا اخوي ما ميت قضاء وقدر اخوي ميت حالة حالة ذول الشهداء يا ابني هيش قلت للقاضي قال لي لا حجي انت اخوك مات ويا الحسين وشن اللي تريده قلت له انا اكو اكو فقرة بالقانون تقول انه في حالة وجود مقصر انا اقيم دعوة ضد المقصرين منه مقصر هسه احنا نقول مقصر يجوز انه اكو واحد هناك من جماعة داعش سواها واحد من الفازدين سواها اكو ارباك صار بين الزائرين وصارت فباتر اذا تبين هذا انا شون اقدر اقيم عليه دعوة واني كاتب ما اقيم دعوة ضد احد فما قبل قال لي اذا تترك الجثة تشرح وبعد اش كم يوم تجي تاخذها ما قبلت المهم اني رضقت الامر الواقع قلت له ما يخالف تشرح الجثة لكن ضغوطات اولادي واخوتي وعمامي قالوا الشيخنا ما يصير المهم رجعت له قلت له عمي انا اوقع لك وقعت له قال لي والله انا مستغنى عن توقيعك بس يبقى توقيعك يا امي لو ابو لو ام قلت له والدنا متوفي قال جيب لي امي لان هي صاحبة الحق الشخصي جيبت له امي طبعا تاخرنا لحد لما جيبنا امي المسنة التعبانة المنكوبة بابنها جيبتها وقعت يلا سمح بخروج شهادة الوفاة